الخاصة الشريحة لم تحظى بما تحتاجه من الرعاية والاهتمام رغم انها المتضرر الابرز نتيجة الحرب والعمليات العسكرية الاخيرة في محافظة الانبار عدد المعاقين حاليا حسب اعتقاد يصر العدد يتجاوز الخمسة الاف معاق وحاليا احنا بدأنا بتسجيل بيانات المعاقين صورة عامة وهذا اول يوم بدأنا بالتسجيل واتوقع العدد يصل يتجاوز الخمسة الاف حقوق مسلوبة ومعاناة مستمرة تحدث عنها العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة بألم شديد فلم توفر لهم الجهات المعنية بهم ابسط حقوقهم المشروعة طبعا احنا يعني فئة مهمة شآني من ذوي الاعاقة انا معوقت حرب تعوقت بالقصف اثناء الحرب العراقية الايرانية بالثمانينات كان عمري ثمان سنوات يعني بصراحة حقوق مهمشة تماما فئة معدومة قانون 38 اعطى هوايا حقوق لكن ابسط الحقوق لكن ما مفاعلة مثلا المعين المتفرق استيراد السيارة تخفيض الضرائب توفير قطعة ارض او سكن للمعاق لكن كلها ما مفاعلة لانه بسبب تخصيصات او بسبب عدم الاهتمام ذوي الاعاقة من قبل الحكومات مطالبات تتراوح في اماكنها وحقوق واجبة التنفيذ ينتظر ذو الاحتياجات الخاصة ان تلقى استجابة من المسؤولين في محافظة الانبار ومن لدن الحكومة الاتحادية من الانبار حمد القيسي زاكروز تيفي